بعد فترة تراجع نسبي في عدد المصابين بفيروس كوفيد-19، عادت معدلات الإصابات إلى الارتفاع من جديد. متحور بي-A5 بعد بي-A4 يثير المخاوف والقلق من انطلاق موجة جديدة. ما دفع بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى تحذير من التهاون والمبالات إزاء فيروس متفشي، خاصة بعد تضعف أعداد الإصابات بشكل سريع في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة. الصحة العالمية ولجنة الطوارئ العالمية كشفت أن كوفيد-19 ومتحوراته من السلالات السابقة لم يقترب بعض من النهاية، حيث ارتفع عدد حالات الجديدة في جميع أنحاء العالم بنسبة 30% في الأسبوعين الماضيين. الدكتور هانز كلور، المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وصف في بيان رسمي أن الوضع خطير وأن المرضى لا يزال يتسبب في تسجيل حالات وفاة مشدداً على أنه لا ينبغي على شعوب الاستهان به. هذه التطورات جعلت السلطات الصحية في قبرص تعيد فرض الكمامة مجدداً لمكافحة كورونا في الأماكن العامة والمغلقة، حيث سجلت أكثر من 19 ألف إصابة خلال الأيام الماضية. الصين هي الأخرى لم تسلم من عودة الفيروس، ففرضت الحجر الصحي على الملايين من السكان بسبب الانتشار في منطقة أنهوي التي يخضع فيها أكثر من مليون وسبعمائة شخص للحجر الصحي. وفي غضون هذه التطورات الجديدة لانتشار فيروس كورونا بمتحورات جديدة، يرى الخبراء أن العالم اليوم في قلب موجة جديدة رغم الانحصار في عدد حالات الوفايات إقليمياً وعالمياً.